كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك طلب من اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك في الفترة الحالية انها تصرف رواتب الجهاز الفني عن شهري يونيو ويوليو واغسطس اللجنة طلبت منه انه يأجل مؤقتاً هذا الامر بسبب الازمة المالية هم نتكلم الاجانب في الزمالك خدوا فلوسهم المصريين ما خدوش فلوسهم لسه من ساعة ما اشتغلوا بالمناسبة دي برضو حاجة صعبة جداً ماشي القصة بتاعت الـ 25 ألف فرانك الزمالك سددهم خلاص للمحكمة الرياضية عشان ما يتمش اسقاط الاستناف في قضية خالد بوطايب وتم تحويل المبلغ على طول النهاردة الحد عشان يبقى الزمالك ما يبقاش عنده مشكلة انه يضطر يسدد 3 مليون دولار الغرامة على النادي بسبب اللعب خالد بوطايب سهلين دول سهلين دول يعني يعني دول اي حد هيفوك جيبه هيتفاهم بسيطة يعني تعدي مش انا يعني عشان بس هاتشي قلت فوك جيبه ربما يقدر يدفع عشان برضو يبقى الكلام واضح مليون دولار دلوقتي وبعد كده يدفع 500 ألف دولار في وقت لاحق يعني هم دلوقتي اللي جاهزين من رجال أعمال وناس وبتدعم وكل الكلام ده كله مليون دولار فالزمالك بيحاول مع سبورتينشبونة ندفع مليون دولار دلوقتي وال500 ألف يبقى لك سبورتينشبونة بحسب معلوماتنا في الفترة الماضية وبحسب المعلومات الخارجة بالنادي الزمالك انه قنرافد يقصت اي حاجة لعله عسى لما يشوف المليون دولار كاش يقولك خلاص مش مشكلة نستحمل ال500 نستنهم بعد شوية يا رب يا رب عشان الأمور في الزمالك تهدى والأزمات تتحل لاجنة الزمالك كمان وعدت لعبي الفريق ان هم يديهم جزء من مستحقاتهم المالية قبل ما يسافروا لمواجهة فريق أرطا سولار الجيبوتي يوم 16 من الشهر الجاري في تنزانيا لو الأمور دي حصلت الأمور تهدى برضو بالنسبة للعبين خد بالك بص تشايف هنا بحكي معك في أخبار الزمالك أزمة هنا وأزمة هنا وأزمة هنا وأزمة هنا في كل حتة في أزمة دلوقتي كلها متعلقة بالأمور المالية فالله يكون في حون اللجنة اللي بتدير دلوقتي الله يكون في حون المجلس القادم طبعا بس المفروض الكل يشتغل ويتعب ويكتهد في نادي الزمالك انه يحل الأزمات دي سريعا لفيه لعب عايز يلعب هو ما بيخدش مستحقاته ولا فيه مدرب عايز يشتغل هو ما بيخدش مستحقاته ولا فيه نادي رافع أضيع هيزبر على مستحقاته والأمور كلها معقدة نفاهم ومتفاهم بس لازم الكل يشتغل بقلبه جدا الفترة اللي جاية في نادي الزمالك أعتقد يعني